ازاي يوكو وعملين ايه? وبمجرد نزول الريدمي نوت 13 رسميا في السوق المصري فجاء وقت يبقى عشان هفتح العلبة دي واشوف محتويات الموبايل ونشوف بعد كده تجربة كاملة شاملة كده لكل جوانب الجهاز ده هنشوف هيهنج من هنا ولا اقا على فكرة في موبايلات كانت بتهنج مجرد نفتح العلبة اصلا يدخل مبايل تطلعهم العلبة ليه بيهنج? فهنشوف الجهاز ده من النوع ده ولا لا تاي نقطة هقعد مع الجهاز ده في estas فترة محترمة باجزة اجرب في كل حاجة نجرب الشبكات نجرب الاداء بتاعو والالعاب quote possibly كل حاجة.و وتعيخوا فيديو مراجعة كامل عن الجهاز ده ان شاء الله قريب اوي ولكن عايزكم تاحت تكتبولي في التعليقات قبل ما انفتح العلبة ديه عايزين ان أهي فيديو الاول فيديو الالعاب ولا فيديو المراجعة الكاملة للجهاز ولقالل تحت وتاة تحتيها اللي على الفيديو اللي علاية علاية اكتر كومنتات او اكتر يعني علي القيمة نوعا ما سلسلة النوت 13 من شاومي تصنف سلسلة نظيفة ومن أكتر أصلا السلاسل اللي بتبيع في شاومي هنا دي النسخة اللي معايا النسخة 8 جيهة رام و 128 جيهة بساحة تخزين سعرها حوالي 10.000 جنيه مصري واللي بالمناسبة بعد ما خلص تقرؤها بتاعتي إن شاء الله عرض نوبايل ده للبيع لو حد مهتم ممكن تبعتلي عن الانستجرام اللي انت عايز تشتري الجهاز ده وإن شاء الله بيعهولك اللون اللي معايا ده هو البنت جرين هتشوفوه دلوقتي أنا أصلا ما شفتوش وهشوفو معاكل أول مرة مفيش أي حاجة تانية خاصة بالعلبة دي نقدر نقولها تعالوا نجيب سكينة المطبخ الجميلة ونفتح الجهاز بسم الله واحدة واحدة دي جنب ودي التاني ودي التالت نشيل بقى السكينة دي خلاص دورها انتهى نطلع الجهاز بتاعنا من العلبة بسم الله نشوف كده الجهاز ايه نظامه الموبايل حالف ما يطلع من العلبة اخيرا اتفتحت طبعا طبعا زي كل موبايل كده ده البوكس او الكارتونة اللي بيكون فيها دبوس الشرايح ونشوف في جراب اه في جراب في جراب جميل اهو كمان وفيش شهادة الضمان شهادة الضمان محلي اخيرا بقى لي تقريبا بتاع سنة ما فتحتش علبة موبايل معاش شهادة الضمان يعني من زمان قوي شهادة الضمان من الصافي جروب اللي مسكة ووكيل شاومي في مصر ومعانا جراب الحمدلله سيليكون ولكن مش شفاف جراب اسود بصوا كده كويس انا ما اجبتش اللون الاسود لان الجراب اصلا اسود فحيس نجدد يعني جراب اسود بصراحة شكله شيك عليه كلمة ريدمي اهو وما فقوش اي حاجة تانية غير شوية نقوش كده زي نفس الجراب اللي كان موجود في البوكو اكس اكس برو اللي فتحنا من كام يوم جراب كويس وبصراحة بيغير شكل الجهاز احسن من الشفاف من وجهة نظر اللي بيصفر بعد فترة نقفل الحاجة دي ونيجي للجهاز بتاعنا واللي شكله جميل بصراحة ولكن عايز اخبي منكم اهو خلي كده ما تعرفوش لونه دلوقتي استنوا الاول نشوف معانا اي تاني حلو كده نكمل نشيل الكارتون اللي تحت دي نشوف في اي تاني عندنا راس الشاحن السريع الثلاثة وتلاتين واط بتاع شاومي الحمدلله لسه بتحطهن في العلبة وعندنا كمان الكابل الطايب سي الخاص بشحن الجهاز ده هنشوف طبعا ايه بالتجربة الموبايل ده بيشحن فقط دي وكده ولكن الكلام ده هنتكلم عنه في فيديو المراجعة الكاملة هنا فيديو فتح العلبة بس وانطبعات اولية سريعة نمسك الجهاز بتاعنا بسم الله ده اللون اقول لي معايا المنت جرين بصراحة اللون الحمدلله 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 لانا مجيبتش اللي سود ده شكله اشيك بكتير جدا بسم الله اه نطلع بقى الموبايل الشيك ده شايفين اشيك جهاز ريدمي نوت جبته لحد الوقتي من شاومي ولكن زي ما بقول لكم اللون المنت جرين اللون اللي سود بصراحة شفته في الفرح ما عجبنيش نهائي كان شكله تعبان كده وشكله مش حلو خالص هنا شكله اشيك واحد فيهم بصراحة يعني الظهر ادي لك احاق ان هو زجاج ولكنه طبعا من البلاستيك والفريم كمان من البلاستيك مفيش في ايه كلام من فوق عندنا السبيكر العلوي ومنفذ الاير بلاستر وانكتر تستخدم نبايل ده كريموت وعندنا مايك لعز الضوضاء في المكالمات وكمان فتحة 3.5 ميلي للسماعات اللي وحشتنا في اجهزة كتير دلوقتي ومن تحت عندك بقى السبيكر السوفلي اللي بيشتغل مع السماع العلوي عشان يندوق صوت محيطي كده وده المايك الاولاني ومنفذ الشحن الطايب سي ودرج الشرايع من الجنب عندنا زرار توطيت وتعليق الصوت وزرار الباور ما عندناش خلاص بصمة مدمجة في الجنب البصمة بتيجي مدفونة جوه الشاشة واللي بالمناسبة الشاشة اللي بتيجي جميلة قوي بحواف فعلا قليلة قوي 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 وكمان الدروب نوتش او البانش هول زي ما بيسموها اللي هي ثقب صغير كده جوه الشاشة ما عندناش اي حاجة تانية غير الكاميرا الرئيسية الكبيرة المية وتمانية ميجا بيكسل والكاميرا التمانية ميجا بيكسل الخاصة بالالترويد والكاميرا الزغيرة الخاصة بتصوير الماكرو تتصميم للجهاز بصراحة انا زي ما قلتلكوا تقفلت من اللي سود ولكن لما شفت اللون ده لأ يعني ايه حديره فرصة تانية تيجو بسم الله بقى ايه نفتح الجهاز بتاعنا ونشغله ونشوف كده هيهنج معنا في الاول ولا لا بسم الله تعالوا كده لحد ما الجهاز يفتح نركب الكافر او الجراب نشوف شكله كده عامل ازاي طبعا الجراب بتكون وظيفته الرئيسية حماية الجهاز وكمان انها الداري البروز اللي بيطالع من الكاميرات بحيث لما تحطه على ايه سطح مستوي ميقعدش يترجرج كده ويتلاجلك كده ولكن هنا برضو مع الجراب في سنة رجرجة كده ولكن مش جامدة ولكن على اقل هو داره خالص البروز بتاع الكاميرات ادي الجهاز فتحه طبعا الجهاز كان نفسي يجي بالهايبر او اس السوفتوير الجديد ولكنه جاي بالمية و ايه 14 واللي طبعا اكيد هنزله هايبر او اس ولكن نستنى شوي ادي الجهاز فتح بالشاشة الامرود الجميلة الاستحواس بتاعها من واجهة الجهاز 87.5% بصراحة استحواس جايد جدا الحواف فعلا قليلة قوي 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 يعني عن كل المباردات الموجود في الفئة السعرية دي طبعا في الفئة الاعلى بقى تلاقي حواف اقل ولكن في الفئة دي الحواف هنا ممتازة الشاشة حتى تعالوا نتأكد كده انها معمولة على المية وعشرين هرتز مش حاسسها قوي ولكن ايه اه ستين تعالوا نخلوها مية وعشرين ونشوف كده هتفرق اه المية وعشرين فرق هي مش مية وعشرين بتاعت فلاكشيبز ولكن مية وعشرين ممتازة نقلت الجهاز من الستين الستين كانت شبه عامل لكن فيه تقطيعات شوية كده في الانيميشنز ولكن المية وعشرين بصراحة غطت على الموضوع ده الجهاز مبدئيا يبقى سريع ولكن لسه محتاجين نجربه اكتر الجهاز النسخة اللي معي ده نسخة التمانية رام ومية وعشرين جيجا مساحة تخزين واللي عليها المية وعية وعشر مع الاندرويد الثاتين كان مفروض يجيب الاندرويد فورتين ولكن مش عارف لي اخروا علينا كده ولكن المتوقع جدا ان الجهاز ده ينزله الاندرويد فورتين قريب جدا مبدئيا الجهاز بصراحة شاشته الوانها جميلة وشكله حلو وستوى بتاعها اعتقد عالي قوي بيوصل الى 1800 نتس او 1800 شمع زي البوكو اكس اكس برو اللي كنا بنجربه طبعا ده تحت الشمس الشاشة دي هيكون سطوعها ممتاز مع استيريو سبيكرز مع كل حاجة تعالو كمان نجرب اداء البصمة بتاة الجهاز كويسة تقريبا في نفس سرعة البصمة اللي كانت مدرجة في الزرار الباور مش اسرع ولا ابطأ والكاميرا عندنا كاميرا مية وتمانية ميجا بيكسل طبعا دي تجربتها محتاجة وقت طويل جدا من التجربة واننا ناخد كذا عينة وكذا صورة ولكن في الصور السريعة اللي خدتها دي مهزوزة جامد الصور مهزوزة جامد طبعا لغياب اي نوع من انواع التثبيت مفيش خالص في الفئة السعرية دي تعالو نجرب صورة تانية يعني بصراحة الكاميرا في اداءة الاستوديو مش افضل حاجة ولكن هنجرب لما ننطلع بقى كده في الشارع ونشوفها ده الكاميرا فعلا هيكون يعني احسن من كده نوعا ما ولكن ايه الدنيا الالوان بصراحة سابه تانى والتفاصيل قليلا قوي ولكن ادوني فرصتي بقى اجرب الجهاز ده كده احنا ادينا ايه انطبعات اولية سريعة عن الجهاز محتاجة تجربوا فترة اطول فتحنا محتوى العلبة وشوفنا كل حاجة متنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو تقولوا تحت في التعليقات عايزين فيديو الالعاب الاول ولا فيديو المراجعة الكاملة انا عمر وشوفكم فيديو جديد سلام